دينياً احتفل مساء أمس مركز أبد الله بن عباس بختام الحملة الدعوية التي استمرت لمدة ثلاثة أسابع والتي شملت أكثر من تسع وعشرين قرية من قرى ضواحي العاصمة أنجمين سعيد أحمد حسن ومزيد من تفصيل ثلاثمائة وتزعة عشر داعياً في سبيل الله بالعاصمة الجمينة وضواحيها وأكثر من مائة وثلاثين آخرين بمدينة أبشة حاضرة إقليم والداي والقرى المجاورة لها خرجوا في سبيل الله حاملين معهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم شعارهم الإسلام علم ودعوة كبحر ينهل منه الجاهل ويعل منه المتعلم في مدة تجاوزت النصف شهر وذلك بفضل الله وتوفيقه وتخطيط من شيخ مركز عبد الله بن عباس الشيخ صالح رمضان وبدعم سخي من سماحة الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية شاد طيلة هذه المدة والدعاة يتحملون مشاق الصفر وعنائه لإعلاء كلمة الحق هذا ما جاء على لسان الشيخ محمد عيسى في كلمته الترحيبية أما كلمة الدعاة التي قدمها الشيخ عبد الرحمن علي شوقي شكر فيها كل من ساهم في إنجاح هذه القوافل طالبا أن تتزايد المشاركات المادية والمعنوية حتى تعم الفائدة ربع البلاد ممثل الشيخ صالح رمضان تناول في كلمته أهمية الدعوة إلى الله وإرشاد المسلمين وتذكيرهم بالعلوم الإسلامية الشيخ أحمد مسهرون ممثلا لرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية شاد شجع القائمين على هذا العمل بالاستمرار واحتساب الأجر عند الله هذه الرهلة رهلة عطية وقال رسول صلى الله عليه وسلم الدعوة من هاجي من كان على من هاجي كان معي من جلل والقيامة مركز عبد الله بن عباس بمسجد جلالة الملك محمد السادس بحي الدقيل بالدائرة الثامنة أسس في العام الف وتزعمائة وثلاثة وتزعين وقد خرج حتى الآن الآلاف من حفظة كتاب الله تعالى وقدم كثيرا من الخدمات الدينية للمسلمين بالبلاد أهمها التعليم والدعوة والإرشاد والأمة قصد فيهم أن أسوقهم إلى حضرة البر الرحيم إلى هنا بهذا الخبر مشاهدي الكرام انتهت الأخبار ونشكركم على المتابعة للقناة